الأنموذج الثالث محمد باقر الصدر صحيح أن محمد باقر الصدر لم يكتب تفسيرا كاملا في القرآن لكنه وضع منهجا للتفسير وكتب محاضرات فيما يسمى بعلوم القرآن درست في كلية أصول الدين درسها محمد باقر الحكيم وألقى محاضرات بحسب ما يسمى بتفسير القرآن الموضوعي وكتب ما كتب في أجواء الثقافة القرآنية محمد باقر الصدر أنموذج ثالث من النماذج التي أعرضها بين أيديكم من نماذج المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ رجاء أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحد تلامذة محمد باقر الصدر إنه المرجع المعاصر كمال الحيدري نفسه الذي تحدث قبل قليل عن الطباطباء يحدثنا عن ذكرياته مع أستاذه محمد باقر الصدر وهذه ناقلها أنا مرارا عن أستاذنا السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه كان يقول بأنه أنا فديوم واقف عنده في حرم أمير المؤمنين دا أقرأ زيارة مولانا إجاني واحد مولانا سألني هذه الآية شنو معناها قلت له هاي مو آية في القرآن مو آية في القرآن يقول راجعت البيت مولانا باوعت المعجم المفارس وإذا آية من القرآن ولكن أنا لا أعلم أنها آية من القرآن ثم هو علقها الله يعلم في درس الفقه صباحا في مسجد الطوسي قال والله لو كنت أسأل عن أي رواية من أول الفقه إلى آخره لأجبت عن مضمونها وسندها لأن الفقه كالعجينة في يدي ولكن أسأل عن آية من القرآن لا أعرف أنها آية هذا الضعف ما هو من شاءه ما هو من شاءه من شاءه ماذا الحوزة لأنه إلا وإحنا ما عدنا عداء مع القرآن ولكن من اليوم الأول ثقافتنا قرآنية لا روائية والله يا سيد كمان حيدري الثقافة في الحوزة لا هي قرآنية ولا هي روائية ومحمد باقر الصدر نفسه هذا لو سئل عن أي رواية بخصوص إمام زمانه لما أعرفها لكان جاهلا بها لكان جاهلا بها صحيح ما قاله من أنه مطلع على روايات الأحكام والفتاوى هذا صحيح لكن روايات الأحكام والفتاوى لا تمثل شيئا من الدين إنها تقع في حاشية الدين معارف الدين في الأحاديث التفسيرية معارف الدين في نصوص الأدعية والزيارات معارف الدين في روايات العقائد والمعارف معارف الدين في أحاديث الثقافة المهدوية معارف الدين هي هذه وهذا هو الدين وهذا هو الذي تجهله حوزة النجف من أولها إلى آخرها وبشكل مطلق محمد باقر الصدق يتحدث عن روايات الطهارة والنجاسة يتحدث عن أحكام الصلاة والخمس عن الأحاديث التي تدور في هذه الموضوعات صحيح ومطلع عليها لكنه لم يطلع على تفسير العترة أبدا وهذا واضح من خلال أبحاثه من خلال محاضراته ومن خلال كتبه وسأثبت لكم ذلك رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدقق في مضمونها وهذه ناقلها أنا مرارا عن أستاذنا السيد الشهيد الصدق قدس الله نفسه كان يقول بأنه أنا فديوم واقف عنده في حرم أمير المؤمنين دا أقرأ الزيارة مولانا إجاني واحد مولانا سألني هذه الآية شنو معناها قلت له هاي مؤاية في القرآن مؤاية في القرآن يقول راجعت البيت مولانا باوعت المعجم المفهرز وإذا آية من القرآن ولكن أنا لا أعلم أنها آية من القرآن ثم هو علقها الله يعلم في درس الفقه صباحا في مسجد الطوسي قال والله لو كنت أسأل عن أي رواية من أول الفقه إلى آخره لأجبت عن مضمونها وسندها لأن الفقه كالعجينة في يدي ولكن أسأل عن آية من القرآن لا أعرف أنها آية هذا الضعف ما هو من شأه ما هو من شأه من شأه ماذا الحوزة لأنه إلا وإحنا ما عدنا عداء مع القرآن ولكن من اليوم الأول ثقافتنا قرآنية لا روائية والله يا كمان الحيدري الثقافة لا هي قرآنية ولا هي روائية الثقافة شافعية معتزلية مرجئية بترية لا علاقة لها لا بالقرآن ولا حتى بالروايات والأحاديث التي تدور في دائرة الفتاوى والأحكام لأنهم يفقهونها بشكل خاطئ الجزء الرابع من الموسوعة التي عنوانها محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لأحمد عبد الله أبي زيد العامل هذه طبعة مطبعة العارف للمطبوعات في الصفحة الرابعة والثمانين وتحت عنوان فكرة محاضرات التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي هو الذي تبناه محمد باقر الصدر في تدريسه للقرآن في حوزة النجف ماذا جاء مكتوبا هنا في إحدى دروسه الفقهية الحديث عن محمد باقر الصدر في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم وهو أوله هو أوله هو لا يفقه في القرآن ومع عدم فقه في القرآن تصدى لتدريس القرآن فأي تدريس هذا؟ المدرس لا بد أن يكون قد حاز علماً في المادة التي يدرسها لا أن يبدأ الآن بالبحث ويلقي الدروس ستكون الدروس جهلاً وجهالة وجهالة وضلالاً وضلالة وهذا هو الذي حصل وسأقرأ عليكم ماذا قال محمد باقر الصدر في جهله وضلاله بدين العترة الطاهر في كتبه على عهنك يا تانجر من كتبه سأقرأ عليكم في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم ثم أضاف عندما بلغت الثامنة عشر من عمري علقت مع الشيخ عباس الروميثي من علماء النجف من علماء النجف في فترة الستينات والسبعينات علقت مع الشيخ عباس الروميثي تعليقة كاملة حول معظم أبواب الفقه وكان الفقه في يدي ينصاع كما تنصاع العجينة في يدي الخباس ولا زالت تلك المباني بأغلبها هي بنفسها المباني التي لدي الآن ورغم ذلك ورغم ذلك فقد سألني بعض الطلاب أنه كيف يبعث الله نبيا مع رسول عندما تكون رسالة الرسول رسالة عالمية كرسالة موسى الذي بعث معه هارون وهو بمثابة جندي عند موسى فما معنى نبوة هارون وهما في منطقة واحدة وفي زمان واحد فقلت له محمد باقر الصدر يقول لطالب العلم هذا للطالب الحوزوي هذا الذي سأله ما هي الحكمة من نبوة هارون مع وجود نبوة موسى فقلت له ومن قال إن هارون كان نبيا فلعله لم يكن نبيا في عرض نبوة موسى فأجابني أحد الحاضرين بآية صريحة تنفي هذا الاحتمال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا هذه لقطات من معرفة محمد باقر الصدر بالقرآن هذا الكلام أيام مرجعيته نحن نتحدث في فترة التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي محاضرات ألقاها محمد باقر الصدر في سنواته الأخيرة أيام مرجعيته ففي اللقطة التي نقلها كمال الحيدري سئل عن آية فنفى أنها من آيات القرآن وسأله أحد طلاب الحوزة عن نبوة هارون فنفى أن يكون هارون نبيا ولكن حاضرا من الحاضرين أجابه بالآية ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ويستمر محمد باقر الصدر وقد بعث لي أحد الفرنسيين برسالة عبر أحد الأشخاص يذكر لي أن لديه بحثا يظهر فيه أن في التوراة تناقضا داخليا وكذلك في الإنجيل إضافة إلى التناقض الحاصل بينهما وبين الحقائق العلمية في عالم الخارج ولكنه لم يجد تناقضا من هذين القبيلين في القرآن الكريم وطلب مني أن أدله على المصادر التي تدعم ما توصل إليه وقد قلت في نفسي محمد باقر الصدر هو الذي يقول إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا نحن أهل الفقه والحوزن وهذه حقيقة محمد باقر الصدر يشير إلى مؤلف فرنسي ألف كتابا بهذا الخصوص وهو كتاب معروف اشتهر في وقته المعلومات التي ذكرت في ذلك الكتاب لا أعتقد أن المراجع المعاصرين الآن يعرفون شيئا منها مقدسون نواب صاحب الزمان ثولان مطايا ويجب علينا أن نقدسه وهم لا يفقهون شيئا من الدين لا من القرآن ولا من معارف العترة وهذه الوثائق بين أيديكم وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا نحن أهل الفقه والحوزة فإلى من أرجعه من أهل الحوزة بحيث يستطيع أن يجيبه هو نفسه لا يستطيع أن يجيبه هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة هذه المعلومات موثقة طلاب محمد باقر الصدر يعرفونها وهذه الموسوعة مؤلفها حي والذين نقل عنهم أحياء وهذه الوقائع سمعتها مرارا وكرارا من تلامذة محمد باقر الصدر وهم أحياء هذه وأمثالها هل تستغربون أن أقول لكم من أن كتب المراجع التي تمثل أعلى مستوى في الفقه الاستدلالي وهم يستدلون على الأحكام يستدلون بآيات ليست موجودة في الكتاب الكريم وقد ضربت لكم أمثلة على هذا فيما سلف في البرامج السابقة فيأتون بآيات محرفة ولا زالت هذه الآيات المحرفة موجودة في كتبهم المقام ليس لتناول كل صغيرة وكبيرة لكن هذه الصور وهذه الحقائق وهذه الوثائق تخبركم عن شيء من الواقع الوسخ القذر معايشة في أجواء الحوزة الطوسية شاهدت فيها الكثير والكثير من هذه الوقائع عند كبار القوم أو عند صغارهم الجهل يتفش بين المعممين بشكل غريب فيما يرتبط بالقرآن وما يرتبط بحديث العترة والله لا يفقهون شيئا لا من القرآن ولا من حديث العترة هناك معلومات في رؤوسهم تسمى معلومات بحسب الحوزة الطوسية هي قذارات وجهالات إنها الجهالات الطوسية والقذارات الحوزوية والنجاسات المرجعية ما هي بعلم يدرسونها يدرسونها يؤلفون فيها المؤلفات ويسمون أنفسهم بالمفسرين والمحققين وبالعلماء الأعلام ولا يوجد شيء من ذلك فيهم إنها جهالات فوقها جهالات ظلمات فوقها ظلمات هذه هي الحقيقة النهائية لواقع الحوزة الطوسية النجسة القذرة نذهب إلى فاصل المدرسة القرآنية كتاب معروف للمحمد للمحمد باقر الصدر وهذا من مؤلفاته في أخريات أيام حياته المدرسة القرآنية هذه الطبعة طبعة مكتبة سلمان المحمد الطبعة الأولى 2013 ميلادي أتمنى عليكم أن تنصتوا جيداً لما يقوله محمد باخر الصدر كي تستكشف ضلال هذا الرجل وجهالته تستكثرون هذا أنصتوا وإذا لم تصدقوا عودوا إلى الكتاب بأنفسكم في الصفحة الثلاث هكذا يقول محمد باخر الصدر قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم هذا النص قرأته مراراً عليكم في الحلقات المتقدمة هذا كلام أمير المؤمنين ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق أمير المؤمنين يقول لنا استنطقوه حتى تقفوا بأنفسكم على أن القرآن لن ينطق لأنه بين لنا النتيجة ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق وهذه لن للنفي التأبيد ولكن أخبركم عنه أنا الذي أنطق عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم خلاصة كلام أمير المؤمنين في النقاط التالية النقطة الأولى أمير المؤمنين قال لنا استنطقوه ابذلوا غاية جهدكم في أن تستكشفوا حقيقة القرآن استنطقوه استنطاق استفعال عملية الاستفعال تحتاج إلى بذل جهد ابذلوا غاية جهودكم في معرفة القرآن ذلك القرآن فاستنطقوه النتيجة ما هي ولن ينطق لن تصل إلى شيء فإذا ما توهمتم أنكم وصلتم إلى شيء فذلك هو الضلال الطوسيون يقولون نحن نستنطق القرآن فما يخرجونه من ضلال عقولهم يعتقدون أنه تفسير أمير المؤمنين هكذا قال لنا جربوا بأنفسكم ولكنه يخاطب أصحاب البصائر الذين لا بصيرة لهم من هؤلاء الذين ذكرتهم لكم من نماذج المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسق هؤلاء لا بصيرة عندهم ولذا ما يستخرجونه مما يتصورونه أنه استنطاقا للقرآن يعدونه تفسيرا وهو خراء في خراء أمير المؤمنين هكذا قال لنا ذلك القرآن فاستنطقوه فابذلوا غاية جهدكم في استكشاف حقائق القرآن النتيجة ما هي ولن ينطق نفيا تأبيديا إذن ماذا نصنع يا أمير المؤمنين عودوا عودوا إلى عالم القرآن ولكن أخبركم عنه فماذا في القرآن يا أمير المؤمنين ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم هذا هو كلام أمير المؤمنين ماذا يقول محمد باقر الصدر بعد أن أورد الحديث مباشرة التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام القرآن جزء من مضمون علي يا أبا جعفر علي ما هو بابن للقرآن علي هو الكتاب الناطق ما هذا الهراء الذي لا يعرف مضمون العلاقة بين علي والقرآن هل يستطيع أن يفقه القرآن التعبير بالاستنطاق التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حواراً مع القرآن الكريم يعني أن محمد باقر الصدر يجري حواراً مع القرآن الكريم وبعد ذلك يخرج لنا تفسيراً كيف فهم محمد باقر الصدر أن أمير المؤمنين يقول ذلك وهو الذي يقول وَلَنْ يَنْطَقُ ولكن أخبركم عنه هل كان محمد باقر الصدر غبياً أبداً محمد باقر الصدر كان في قمة الذكاء المدرسي لكنه لا يملك ذرة من الذكاء الديني ما كان يمتلك ذرة من الذكاء الديني المراد من الذكاء الديني البصيرة في الدين هذا منطق الذي لا يملك ذرة من البصيرة في الدين وحاله كحال الذين مر الحديث عنهما كحال الخوء وحال الطباطباء فهذان الاثنان أيضاً لا يمتلكان ذرة واحدة من البصيرة في الدين والدليل آثارهما هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبيراً عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حواراً مع القرآن الكريم وطرحاً للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها محمد باقر الصدر عنده مشاكل وعنده أسئلة يطرحها في حواره على القرآن ويحصل الإجابة أمير المؤمنين يقول لك يا أيها السيد الغبي يقول لك ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق فكيف تستنطقه أنت؟ إنك تستنطق الشيطان يا أبا جعفار إنك تستنطق الشيطان فما وصل إليك من فهم هذا فهم شيطاني أمير المؤمنين كلامه واضح لو كانت القضية قضية ذكاء مدرسي فإن محمد باقر الصدر في قمة الذكاء بل هو في قمة النبوغ إذا كان كلامنا عن النبوغ المدرسي عن القراءة والكتابة والبحث بحدود التعلم العادي لكنه في غاية الغباء وفي غاية الثول حينما يكون الحديث عن بصيرة الدين هذا الكلام كفر صريح إنه يريد أن يضرب القرآن بعضه ببعض من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر هذا كلام إمامنا الصادق والباقري وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية من تفسير العياش عن الصادق وعن الباقري صلوات الله عليهما دققوا النظر في كلام أمير المؤمنين وتذكروا ما شرحته لكم قبل قليل ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم مباشرة يقول محمد باقر الصدر التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها اذهبوا وقرأوا كتب سيد قط وخصوصا ما كتبه في تفسيره في ظلال القرآن اقرأوا المقدمة وقرأوا التفاصيل وهو يتحدث عن التفسير في طوايا تفسيره بالضبط هذا هو منهج سيد قط يأتينا بكلام أمير المؤمنين كلام أمير المؤمنين مشرق ويشرحه بكلام مغرب وهذا الكلام المغرب هو كلام سيد قط لعنة الله عليه ثم ماذا يقول في صفحة نفسها محمد باقر الصدر وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل من هو المفسر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه يحمل أفكار عصره يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن هو لم يشر إلى أنه يأتي بأحاديث أهل البيت وإنما يأتي بكل شيء ثم يسأل القرآن ثم يأخذ التفسير من القرآن وإنما وظيفة التفسير الموضوعي هو يتحدث عن المفسر الذي يقوم بالتفسير الموضوعي ما هي وظيفته وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل المفسر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه ما مر في حياته يحمل أفكار عصره يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن بين يدي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا كان مع العترة أما إذا انفصل عن العترة فإن الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا المنطق لا يفقهه محمد باقر الصدر إنه يتعامل مع القرآن بالمنهج العمري وهذا هو الذي يعمل به مراجع الحوزة الطوسية اللعين فحينما يتحدثون عن القرآن من أنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذا هو حديث القرآن عن نفسه فإن القرآن حين تحدث عن نفسه بهذا الحديث بين لنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم فإن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه مع الراسقين في العلم لا أن يكون منفردا وفقا للمنهج العمري مع محمد باقر الصدر فماذا فعل محمد باقر الصدر بنفسه وبعائلته وماذا فعل بالشيعة مع أنه كان يفعل ذلك عن حسن نيته ولكن حسن النية لا ينفع إذا كان السير في طريق بعيد عن العترة الطاهرة مثل ما فرق لنا أمير المؤمنين فيما بين القاسطين والمارقين القاسطون هم معاوية وعمر بن العاص ومن معهما والمارقون هم خوارج العراق أمير المؤمنين فرق بين الإثنين فقال إن الذي إن الذي إن الذي طلب الحق وما أصابه ليس كالذي طلب الباطل وأصابه معاوية وعمر بن العاص هؤلاء طلاب باطل طلب الباطل وأصابوه أما الخوارج لا أستطيع أن أقول من أن الخوارج كلهم هكذا ولكن الخوارج بالإجمال مثل ما وصفهم أمير المؤمنين بالإجمال إنهم طلبوا الحق فأخطأوه فارق بين الاثنين لكن بالنتيجة هم أخطأوا ومرقوا من الدين فحسن النية لا يشكل عاملا أساسيا إذا كان السير في الطريق الخاطئ ولذا فإن النبي أمرنا أن نتمسك بالإثنين معا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا أما أن نستفرد بالكتاب لوحده وأن نستنطقه بحسب تجربتنا وبحسب ثقافتنا فهذا هو الضلال العمري القطعي بعينه يحمل أفكار عصره هذا المفسر يعني محمد باقر الصادر يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن بين يدي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه أن يستشفه أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة من دون ذكر لأحاديث العترة ألا ويل له ألا ويل له هكذا أضلون أضلوا أنفسهم وأضلون محمد باقر الصدر أضل نفسه وأضلنا معه وهكذا الخوئي وهكذا الطباطبائي عبثوا بكتاب الله وعبثوا بدين الله هذه الحقائق بين أيديكم كذبوها كذبوها وردوا عليها الحقائق واضحة جلية ويستمر محمد باقر الصدر فيقول إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع هذا من الهراء القطبي كلام إنشائي لا حقيقة له في الخارج إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع فماذا فعلت بهذا الالتحام يا أبا جعفة عبثت بنفسك وبعائلتك وأسرتك وعبثت بالذين حولك وعبثت بالشيعة وعبثت بالدين وها هو حزبك حزب الدعوة يعبث بالعراق ويعبث بالشيعة والذين معه على المنهج نفسه على منهجك يا أبا جعفر على منهج الصدر العظيم إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن في أي آية في الكتاب الكريم قال القرآن من أن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن أم في أي حديث من أحاديث العترة قال المعصومون من أن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن التفسير يبدأ من القرآن وينتهي إلى الواقع الأمور كلها بالمقلوب ولذا قلت لكم من أن الرجل في الذكاء المدرسي نابغة ولكنه في الذكاء الديني تحت الصفر لا بصيرة له إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن إنه يرفض منهج أهل الإحترة الطاهرة لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن القرآن هو الذي وجهنا إلى العترة من القرآن إلى العترة ومن العترة إلى القرآن هذا هو برنامج التفسير القرآن هو الذي وجهنا إلى العترة في آياته ومر الكلام بهذا الخصوص حينما كنت أشرح لكم حديث الثقلين القرآن منه ابتدأنا فوجهنا القرآن إلى العترة العترة بيّنت لنا القرآن وأرجعتنا إلى القرآن هذا هو منهج العترة أما هذا الهراء فهذا هراء الشيطان هذا هراء سيد قطب لعنة الله عليه وهو في الآخر صار هراء محمد باقر الصدر إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية إنه يشير إلى أننا إذا ما فسرنا القرآن بأحاديث العترة الطاهرة فإن النتيجة تكون هكذا لأنه جاهل بأحاديث العترة الطاهرة لأنه لا يفقه أحاديث العترة الطاهرة فيرسم هذه الصورة الخاطئة بالتمام والكمال أحاديث أهل البيت هي التي تجعلنا نتحرك في الواقع بشكل دقيق وحكيم ومنضبط صحيح لا كهذا الهراء الذي فعلته في تنظيم حزب الدعوة وفي تنظيم مرجعيتك التي نشرت الضلال يا أبا جعفر عبر هذه الكتب الضالة التي تبعد الشيعة عن دين العترة الطاهرة فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع بحسب ما؟ بحسبك أنت الذي لا تفقه شيئا من القرآن وتفقه حديث أمير المؤمنين بالمقلوب أو بحسب العترة الطاهرة التي أمرنا النبي أن نتمسك بها مع القرآن حتى نتجنب الضلال أم أن نتحرك من الواقع باتجاه القرآن كي نجري حوارا حضاريا ديمقراطية مع القرآن وما هي النتائج طيحت الحظ التي نحن فيها وطيحت الصبغ اللي إعنبه إلى أن يقول في الصفحة الحادية والثلاثين في منهج التفسير الموضوعي لاحظوا كلامه لاحظوا كلامه بالضبط ينقض كلام أمير المؤمنين وهذا الذي أقوله لكم دائما من أن حوزة النجفي عبر مراجعها في كل حرف يقولونه ينقضون بيعة الغدير في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن هذا ما هو تفسير أمير المؤمنين قال لنا ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وماذا بعد وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء أدائنا لأن في القرآن نظم ما بيننا لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض هذا الكلام يناقض كلام أمير المؤمنين لأن أمير المؤمنين قال من أن العناوين هذه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم أنا الذي أخبركم عنه هكذا قال أمير المؤمنين ولم يقل لنا استنطق القرآن واستخرج هذه المعاني محمد باقر الصدر يقول نحن نستنطق القرآن ونستخرج هذه المعاني بالضبط بالضبط يناقض كلام أمير المؤمنين بدرجة مئة بالمئة والكلام كله يستمر على هذه الشاكلة وقت الحلقة انتهى أقرأ بعضا من كلماته وبعدها أختم الحديث إنه يتحدث عن المفسري الذي يفسر القرآن بالتفسير الموضوعي مثل ما يفعل هو محمد باقر الصدر هذا في الصفحة الثالثة والثلاثين هكذا يفعل المفسر يبدأ بالواقع بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة البشرية يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والله فإن أمير المؤمنين ما قال هذا قال استنطقوا ولين ينطق هذا الذي قاله أمير المؤمنين وقال أنا الذي أخبركم عنه هذا افتراء على أمير المؤمنين أنا لا أقول إن الرجل يفتر على أمير المؤمنين بقصد سيء لكنه غبي لا بصيرة له محمد باقر الصدر في قمة الذكاء المدرسي ولكنه لا يمتلك ذرة صغيرة من الذكاء الديني لا بصيرة عند الرجل والدليل هذا بين أيديكم الكلام عربي واضح لو كان محمد باقر الصدر قد قرأ نصا في كتب الفلسفة مثلا لفهمه بالدقة لكن أحاديث أهل البيت تحتاج إلى بصيرة تحتاج إلى معرفة مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث أحاديث أهل البيت ما هي بنصوص في كتب الفلاسفة لو كان النص في كتب الفلاسفة وقرأه وقرأه محمد باقر الصدر لفهمه بالذكاء المدرسي ولكن نصا كهذا يحتاج إلى بصيرة فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل أو يكون المؤمن محدثا مرتبطا بالغيب قال يكون مفهما هناك تفهيم يأتي من الخارج يكون مفهما هذا التفهيم يأتي من إمام زمانه هؤلاء لا علاقة لهم بإمام زمانه ولذلك يفهمون الأمور بالمقلوب هؤلاء لا بصيرة عندهم وهذا الأمر لا يخص محمد باقر الصدر مع أن محمد باقر الصدر إذا أردنا أن نقايس أوضاعه الدينية الشخصية فهو أفضل بكثير من الخوء وأمثاله لكن الرجل لا بصيرة عنده ذهب في طريق بعيد عن محمد وآل محمد سيقولون لكم هذا الذي ضحى بنفسه هذا موضوع وهذا موضوع البصيرة لا علاقة لها بسوء التصرف وبسوء المنقلب ومن قال لكم من أن الذي فعله كان سديدا عائلته عائلته تصفه بعدم السداد القريبون من يصفونه بعدم السداد أقرب الناس إليه يصفونه بعدم السداد لا علاقة لي بمحمد باقر الصدر وبالذي قام به وبالذي جرى عليه لكنني أتحدث عن منهجه في تفسير القرآن إنه منهج مناقض لدين العترة الطاهرة وبنحو صريح وواضح أعود إلى كلامه فيقول من أن المفسرة يبدأ بالواقع بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة البشرية يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويكون دوره دور المستنطق دور الحوار ويكون دوره دور المستنطق دور القرآن ويكون دوره دور المستنطق دور الحوار يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا دور المحاور دور من يطرح المشاكل من يطرح الأسئلة من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة فهو يستخرج الأجوبة من القرآن دون الرجوع إلى العترة الطاهرة ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق أمير المؤمنين قال لنا فاستنطقوه ولن ينطق لماذا هذا الإصرار إنه الضلال الضلال بعينه هكذا دمر المراجع الطوسيون اللعناء المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة وجاءونا بمنظومتهم التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ وهذه المصادق بين أيديكم وعودوا إلى الكتب وتأكدوا من المعلومات التي طرحتها بين أيديكم وعودوا إلى مضامين حديث الثقلين وعودوا إلى آيات القرآن الكريم التي أمرتنا بالرجوع إلى محمد وآل محمد في فهم القرآن لا إلى هؤلاء الأغبياء الثولان نلتقي غدا لا زال للحديث بقية الموضوعات خطيرة وحساسة أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة وأن تتدبروا في هذه المضامين الحقيقية التي تنير لكم الطريق وكفروا بهؤلاء أكفروا بهؤلاء الذين كفروا بالعطرة الطاهرة وبقرآنها وتفسيرها هذا هو الذي فعلوه في نهاية المطاف موسيقى